هاي حياكم الله في هذا الفيديو أخيرا رديت حق اليوتيوب تشانل وإن شاء الله رح أحاول أغطي كل المواضيع اللي وعدكم أني أتكلم فيها أول شي حاب أعتذر عن التأخير اللي صار بسبب ظروف الحمل والولادة وبعدها العطل اللي صار بلاب توبي لكن الحمد لله رد لكم في اليوتيوب تشانل مواضيع وايد مشوقة وخلونا نبتديها بحلقة اليوم يمكن تكلمت من استجرام أنه ما عندي برنامج ولادة معين ألتزم فيه أو برنامج نفاس عفوا معين ألتزم فيه عندي بعض الأشياء الصغيرة اللي يمكن أسويها طول السنة لكن ركزت عليها خلال هالفترة بعد الولادة أغلب الأسئلة اللي رح أتكلم عنها وأجاوب عليها اليوم يبتع من أسئلتكم من سناب شات وإنستجرام فإن شاء الله أقدر أغطي كل المواضيع اللي تهمكم أول سؤال وأكثر سؤال يتكرر نوه شون تحافظين على وزنك وتردين حق وزنك بعد ما تولدين أول أسبوعين ما أصح أنت تسوين أي شيء تكون فترة راحة بعد تعب الولادة سواء كنتي والدة قيصري أو والدة بشكل طبيعي في كل الأحوال الأسبوعين الأوليين يكونون فترة راحة تام واهتمام بالطفل واهتمام بنفس جنتي بعدها يبتدي الوضع طبعا الوضع رح يختلف سواء كنتي والدة طبيعي عن الولادة القيصرية الولادة الطبيعية يمكن تردين وتستعدين عافيتك بشكل أسرع القيصرية الريكافوري أو فترة العودة لممارسة حياتك بشكل طبيعي يمكن تكون أطول شوي راح أتكلم عن تجربتي مع الطبيعي الولادة الطبيعية لأن أنا ولد طبيعي أول أسبوعين ما أسوي شيء بعدين ابتداء من الأسبوع الثالث طبعا أحرص على أني شوي أعد الأكلي أكثر من الفواكه والخضار أهتم بشكل كبير بالرضاعة الطبيعية بنات تكلمت عن هالشيء بالفيديو اللي سبق وقلت اش كثر مهم طبعا أني شتركزين على الرضاعة الطبيعية وايد مهمة لأنها تحرك سعرات حرارية وايد مهمة أن الرحم يرجع لمكان الطبيعي وايد مفيدة لصحة الطفل أيضا النقطة الثانية أيضا بعد أسبوعين أو ثلاث أسابيع من الولادة أبتدي ألبس كورسي نزلت صورة الكورسي بإنستغرام وايد مريح أخذيت قياس أكبر من قياسي يعني أنا عادة ألبس مو بالكورسي قبل لا أحمل بس خذيت ميديم واستمرت عليه شوي شوي ممكن أن تتصغرين القياس إذا طبعا حسيتاي أنه محتاجة تصغرينه بعد فترة معينة بعد ما تنزلين وزنج لكن الكورسي وايد مهم يسوي شغل نعم يسوي شغل ينحت الجسم وكنت ألبسها تقريبا حوالي أربع ساعات وبعدها ابتديت أزيد ساعة تقريبا كل يوم وأقضة وقت النوم متى أرجع أمارس الرياضة أمارس الرياضة تقريبا بعد شهر أو بعد ست أسابيع من الولادة ما ألصح أن تبدين بداية قوية يعني ربع ساعة عشرين دقيقة نص ساعة وتدرجين لغاية ما تصلين لخمسة واربعين دقيقة أو ساعة ثلاث مرات بالأسبوع عادي تصبغين شعر شو أنت ترضعين ايه عادي تصبغين شعر شو أنت ترضعين أصوانا حامل لكن تصبغ شعري في سؤال نوها تأخذين فيتامينات أثناء الرضاعة ايه آخذ فيتامينات وايد مهم أحس هالشي خصوصا أن بعد الرضاعة أو مع الرضاعة كثير من السيدات يعانوا من تساقط الشعر تعب البشرة والسبب نقص الفيتامينات في الجسم آخذ سبليمنت فيتامينات من محل اسمه فيتامين وورد نزلت صورة الفيتامينز بسناب شات أي نوع ممكن تستخدمين من أنواع الفيتامينز أو السبليمنت خلال فترة الرضاعة لكن أنا حريصة على أني أخذ شي ما يضر الطفل وما يأثر على كمية الحليب فعلشان شذي أحرص على أني أخذ نوع مخصص للمرأة المرضعة يمكن تحصي أنواع مختلفة في الصيدليات غير عن اللي موجود عندي هني في أمريكا فوايد أنصح تاخذين فيتامينز للرضاعة عشان تضمنين جودة الحليب اللي يوصل حق الطفل وعلشان تعوضين الفيتامينز والمعادن اللي يفقدها جسمك من جراء الرضاعة الطبيعية سؤال وايد تكرر هل خذيتي أدوية نفاس والحبة السوداء ويبتي ردادة وني بردادة في أمريكا صعب الردادة يعني موضوع واحد صعب في بنات غيري معتمدين عليها مؤمنين أنها تسوي لهم شغل ما راح أقول لهم لأ لكن أنا شخصيا ما خذيت خرابط النفاس هذي كلها لا حسو لا لهم لا غيرها على الأقل بالولادتين الأخيرتين ممكن تجربين مساج طبيعي يعني كنوع من أن تشد العين نفسك بعد الولادة لكن يرد الجسم فعلا واللي ممكن أن يخليك تحسين أن تش رديتي حق عافيتك ممارسة الرياضة أول ما تسنح الفرصة شلون تعدلين نومة الطفل صعب إنش تعدلين نومة الطفل بيوم وليلة لكن مهم إنش تلتزمين بروتين معين عشان الطفل يفرق بين الليل والنهار ما راح يبمعاج هالشي نتيجة أول أسبوعين أول ثلاثة سابع مبدئيا حاولي كثير ما تقدرين تنامين مع الطفل وتقعدين معاه عشان تعوضين التعب اللي بجسمت وأهم شي تهتمل بتغذية تشوب الأكل المفيد علشان تستعيد نعافية تشب سرع شلون تعاملتي مع المولود الجديد بوجود طفلين صغار في العمر محمد ودانا من وانا حامل أحاول كثير ما أقدرني أكلمهم عن المولود الجديد إن بيهم أخو إن الأخو بيبلهم هدايا وإنهم اللي بيكونوا مسؤولين عنا وهم اللي بيدارونا علشان موضوع الغيرة هذا كثير ما أقدر أتفادع والحمد لله بعد الولادة يعني صار فيه غيرة خفيفة بالذات من قبل دانا يمكن لأنها البنية أو لأنها الأصغر بس عموما حاسين إنهم مسؤولين عنها يعني حاول حتى أخليهم يساعدوني ساعات بتبديل ملابسة تغير حفظتها بسباحتة فالحمد لله هل عندكم تطهير للطفل الذكر في أمريكا وشوان سويتها أي في تطهير رح تتفاجأون شكثر في أجانب عندهم تطهير يعني مو بس اليهود حتى المسيح هني كثير منهم يشوفون إنه من النظافة إنه يتم تطهير المولود الذكر في بعضهم صديقاتي الطهور ما كان جيد فاضطروا إنهم يعيدون علي مرة ثانية لما رجعوا للسعودية أو رجعوا لكويت لكن الحمد لله في حالة تعقوب ما حسيت عبدا إنه محتاج أني أرجع مرة ثانية يسوي لي طهور سؤال عن كيفية التخلص من الخطوط في الجسم أو الستراتش ماركس بعد الولادة تكلمت عن هالموضوع وايد وقلت إنه العناية ماتي بيوم وليلة يعني هذا شيء كان مفروض إنه تسوينا من أول ما تدري منه كيف حامل مين بترطيب هذه المنطقة بشكل كبير بعدها لسمح الله ممكن يخلي علامات تمدد الجسم تكون وايد قوية صعب لنش تتخلص منها بسرعة من غير ليزر ومن غير تدخل الأطباء الشغلة صغيرة بعد ممكن نش تسوينها أنا شخصيا أجربها باستخدام الحلاوة أو الشيرة أو الواكس مهما كانت المسميات بعض البنات ممكن يطلع لهم شوية خط صغير بنص البطن وهذا شيء طبيعي بعد الولادة استعملها يشيرها علشان تشيلين الستريتش ماركس على الأقل ممكن تخفف ظهورها لأنش راح تشيلين طبقة الجلد الميتة اللي تكونت على منطقة البطن خلال فترة الحمل فهذه شغلة ممكنها تخفف شوية من الستريتش ماركس أنا شخصيا أجرب على بعض المناطق وياب نتيجة على منطقة الستريتش ماركس لكن بشكل عام عشان أكون صريحة معاكم لأني اهتميت طوال فترة الحمل لله الحمد لله الحمد ما فيش ستريتش ماركس يعني الشيء وايد بسيط وما يبين عموما الستريتش ماركس هي ضريبة الأمومة وممكنها تروح مع مرور الوقت مع العناية والصنفرة والاهتمام هذا سؤال من سناب شات تسألني إذا كنت استخدم مصاصة أو لهاية حق الطفل بصراحة أستخدمها مع عيالي استعملتها لغاية عمر السنة تقريبا وبعدها قطعتها طبعا باهتمام طبيب الأطفال أكد لي طبيب الأطفال أنه ما في أي شيء يضر الطفل من المصاصة أو من اللهاية إذا تم طبعا فصلها أو فطامة منها قبل الله يصر سنتين أنا على عمر سنة تقريبا وخلاص أوقفها ما يفرق ما راح يضر الطفل بالعكس ممكن يهدي نفسيته أكثر يريحج أكثر يخلي نام فما في أي أضرار من استخدام المصاصة مع الطفل حديث الولادة وهذه المعلومة خذيتها بشكل مؤكد من طبيب الأطفال المشرف على عيالي وعلى يعقوب تحديدا هل تعتمدين على الحليب الصناعي والدخلين إلى جانب الرضاعة الطبيعية إطلاقا وحاول حتى شفت ما أشفت لأن كل ما سويتها الأمور وكل ما أبتديت هذه الدخلين الشي صناعي في الموضوع يقل إفراز الحليب يتأثر الطفل وصدقوني الرضاعة الطبيعية ما في أسهل منها إذا عرفت تمارسينها وتبتدينها بشكل صحيح أول أيام يمكن يكون فيها ألم يمكن يكون فيها التعب يمكن تحوشش صخونة حليب لكن مع مرور الوقت لما جسمك يتعود على كمية الحليب اللي يفرزها راح ترتاحين وايد وراح تحسين أن الرضاعة الطبيعية شيء وايد سهل ووايد بسيط ووايد مليح هذا إذن كان الفيديو اللي خصصته للحديث عن العناية بالجسم بعد الولادة وخلال فترة النفاس مثل ما قلت لكم ما في برنامج نفاس معين حاولي تهتمين بكل شيء تحسين أنك قصرتي في أو بحقه خلال فترة الولادة أو فترة الحمل عفوا احتمي بأخذ الفايتامينز المهمة اهتمي بالرضاعة الطبيعية اهتمي بصنفرة الجسم ممكن أيضا تبتدين الدليلين نفسش بشوية مسعجات بشوية كريمات للعناية بالشعر وبالعناية بالجسم هذا كان كل شيء الفيديو اليوم إن شاء الله يا ربي ما يكون طولت عليكم وإن شاء الله تكونوا استفدتوا منه إذا حسيتوا أنه مفيد ولا وشوية لا تنسوني باللايكات والسبسرايب وكريستابعوني على انستغرام وسناف شات وتويتر نفس الأسم نوهاستاعي العائفين أحبكم وايد صارحوني على القصور مع السلامة اشتركوا في القناة